نقطة بداية العمل الخيري لحملة شتاء دافئ بمداشر عين مليلة كانت من حي فرشي جعلت جمعية الإرشاد والإصلاح تسعى بما لديها وما عليها من مسؤولية أمام حقيقة مساعدة الفقاراء الحمد لله إن وفقنا أن وصلنا لهذه النقطة المعوزة في مدينة المال والأعمال مدينة عين مليلة التي تزخر بأموال زاخرة ضخمة وكبيرة نحن نشكر كل الشكر جميع المحسنين الذين ساهموا معنا في إيصال هذه المعونة وهذا الخير للناس المعوزين والمبادرة مستمرة وإن شاء الله نزيد نوص العائلة أخرى بطانية وقرورة غاز البطان وألبسة والكثير من المواد الغذائية حطت رحالها لمن هم بحاجة إليها والعملية لاقت تجاوبا حسنا من من مستهم العملية يقول لي مكثر خيركم وربي يصطركم وربي إن شاء الله يصلح الزير وربي يعفظنا وربي يكون الخير إن شاء الله وربي يصطركم الله واش حقول لك حسيت بحاجة مليحة خاطر شمنا قبل ونحن نسمع لي كمب والأشياء اللي درتوها بالحواج لأن الخطيم المليحة التي تخدموا فيها للعباد ونحن بصراحة نحتاجين يسر في البلاصة هادي في الشتاء يعني منعاني ونقاسي وفي الميديتي في البرد في الميزيرية الخير لأهله جنة وطبيعة العمل التطوعي لإسعاد من أراد رفع الغمة عن واقعه جسد في خلايا الإنصاط والاستماع حتى تعالج وضعيتهم وفق الحماية الاجتماعية المطلوبة